اشتركوا في القناة التعليم في سياق تقريره التالي نتابع تعتبر مملكة البحرين من الدول الرائدة في مجال التعليم على المستوى المنطقة حيث أولت المملكة اهتماما كبيرا لتطوير هذا القطاع باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة مشاهدين دعوني أستعرض لكم أبرز جهود مملكة البحرين في قطاع التعليم اعتمدت مملكة البحرين خططا استراتيجية واضحة لتطوير التعليم بدءا من التعليم الأساسي وحتى التعليم العالي وتهدف هذه الاستراتيجيات إلى تعزيز جودة التعليم من خلال التحديث المستمر للمناهج الدراسية وتمكين المعلمين وتأهيلهم بالبرامج التدريبية الحديثة ودمج التكنولوجيا في العملية التعليمية لتحسين جودة التعليم والتزاما بمبدأ التعليم كحق للجميع أطلقت مملكة البحرين عدة مبادرات لضمان توفير التعليم لجميع الفئات العمرية والاجتماعية ومن بين هذه المبادرات مجانية التعليم في المدارس الحكومية وتوفير الدعم للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بإنشاء مراكز متخصصة لهم وتشجيع الكبار على التعليم من خلال برامج محوى الأمية هذا وشهد قطاع التعليم في مملكة البحرين استثمارات كبيرة لتطوير المدارس والجامعات وتضمنت هذه الجهود بإنشاء مدارس حديثة مجهزة بأحدث التغنيات كما تم تطوير المرافق الرياضية والثقافية لتعزيز الجوانب الاجتماعية والنفسية للطلاب وإنشاء الجامعات والمعاهد المتخصصة التي تعد من أبرز مؤسسات التعليم العالي في مملكة البحرين كما تعد مملكة البحرين من أوائل الدول التي اعتمدت على التكنولوجيا في التعليم فقد أطلقت عدة مبادرات في هذا الصدد منها مشروع مدرستي الذي يوفر بيئة تعليمية إلكترونية للطلاب وتم توفير أجهزة لوحية للطلاب في المدارس الحكومية وتطوير البنية التحتية للإنترنت في المؤسسات التعليمية لضمان الاستفادة الكاملة من التعليم الرقمي بالإضافة لذلك حرصت مملكة البحرين على تعزيز البحث العلمي باعتباره جزءا أساسيا من التعليم العالي ومن أبرز الجهود في هذا الإطار هو تخصيص منح بحثية متومين لمشروعات الابتكار وإنشاء مراكز أبحاث متخصصة في الجامعات وتشجيع الطلاب على المشاركة في مسابقات الابتكار والتكنولوجيا على المستويين المحلي والدولي مشاهدين تؤكد جهود مملكة البحرين في قطاع التعليم التزامها بتطوير العنصر البشري والبنية التحتية التعليمية مما جعلها نموذجا يحتذابه في مجال التعليم على المستوى الإقليمي والدولي ترجمة نانسي قنقر